كما في إكسPRESSO حتى التسعة أمتعس بحكي ما قلنا باش نحكي وعالا موضوع مهم برش اليوم هو السالون اللي بشي سير الآن بش نحكي وشي سيرج ولدات القل من عندك سير فعوزي عايدي لأمتعس بحكي كما في يعوش الهوارد الإكولوجي ومجتبهに بشي سير جميع يمتعس بحكي من الامر 28 و29 في بيوارد 1924 التماتيك متاحة justement transition écologique التحول الإيكولوجي opportunité للBTP و opportunité pour التونيسي. هذا هو الشعار الذي رفعته في الدورة الساتح. أهلا وسهلا بك. سهلا بحدينا سهلا بحدينا. سهلا بحدينا سهلا بحدينا. سهلا بحدينا من عام العام سالون قاعد يمشوا يكبر وقاعدين نشوفوا في دماتيك مختلفة في كل دورة جديدة اليوم هو وقت اللي نحكيه على transition écologique وتحول إيكولوجي. احنا في صلب الموضوع. دونك مع كل التحولات اللي يلزم البلاد تمشي فيها. السنسكري فيهم حسب بين التحولات المناخية اللي قاعدت عيش فيها العالم ككل. فإنه التحول الإيكولوجي اليوم ما سني بلو عن لكس. إنه إبليغيش. فعلا هو مع تيجي في الإطار عالميا. يعني ناس كل مهتمة بالموضوع. هذي باعتبار التغييرات اللي موجودة على مستوى المناخ وكل شيء. لكن هناك انعكاسات اقتصادية على جميع القطاعات. مع أنت احنا ديما نشوفوها أغلب شيء نشوفوها في الفلاحة لكن هي تمس جميع القطاعات. وانظرنا لها من الجانب الإيجابي. نص الكاس المليان. مليان. دونك قلنا في الانتقال هذي اللي هي ضرورة واللي هي انتلقت فيها برشة دول في العالم. واحنا بدينا بدينا هكا نعمل في بعض الخطوات البطيئة لنوعا ما. لكن بدينا نخممه في الشيء هذي. نحكيه أكثر في تونس على الانتقال الطاقي ووقت هو يزبنا نحكيه على حاجة أشملة اللي هي الانتقال الإيكولوجي اللي هي تشمل التاقي وجوانب أخرى لأنه يزبنا نحافظه على الانتقال هذيك. يزبنا نتعايشه معه ويزبنا أن ندخل نمط حياة جديد بما في ذلك في قطاع البناء والأشغال العام وهذه تعتبر فرصة فرصة لأنه ثم استثمارات جديدة مش تتخلق ثم التوجهات جديدة ومناهج جديدة احنا للأسف الشديد عنا سنوات دي ما نحكيه على البناء الإيكولوجي ولكن نحكيه عليه وكأنه دوبوندو في انتلكتويل وكأنه حاجة الليكس الحياة والعالم وكل مشيت فيها وثم دول اللي نظمتها قننتها وفرضت يعني أنه البناء الإيكولوجي يكون مثلا في المؤسسة التعليمية في المؤسسة الصحية ثم دول اللي مشيت القدام بشكل كبير ياسر اللي تحكي على بيلان كربون في كل بنية بضبط يعني انتها ما نجموش نخم في بنية جديدة ونعملش بيلان كربون مش يتكلف لي طاقيا مناخيا أشمش تلوث أشمش تستهلك من الرشاس الناتوريال وكل شيء هو أنا جست في معنة مواصلة للاحديثك في فاوزي فما في بعض الدول اللي تشجع مش كان البنائات معنة اللي تابعة للدولة والبنائات الكبيرة كما المستشفيات والمساحات والغيرة ولكن حتى المواطن وقت اللي يجي بش يبني تشجعوا عن طريق دزافنتاج كي سوى في سكو وإلا حتى في ناتور معنتها بش يكون بالله معقولة جدا يعني جبائيا في سكالما معنتها نجم ونخم ومثلا كل إنسان يبني نعطيك مثال كل إنسان يبني بنية إيكولوجية نجم يقعد ويخلص الأداء البلدي لمدة خمس سنوات مثلا ثم الدول اللي تطرحلوا من الأداءات المتاع ومعنتها بونيس على للمبو ثم الدول اللي تعطي معنتها وأكثر من هكاية حتى البنوك نفسها اللي تنخرط في العملية هذه تدخل في البروغرام رسو متاحها بالضبط اللي يسمو يتكون اللي يسمو يتكون عندنا بعض العناصر متاعه الدولة مثلا تشجع على بناء فسقية أو ماجل تعطي فيه كريدي بني فيه لكن كرس الشروط مش حفى برشا ما نتخيلش العباد يحسوا هو للعام الثاني تم ترحيل المشروع للعام الثاني أي ما هو موجود لكن اسك قاعد يتبق لا كان ما تتبقش واضح للكونديسيون صعاب فهمت ورغم اللي هي حاجة مهمة جدا وانا نقول لك من الفرض مثلا اللي برموتوري موبيلي تكون في البروجي ريزدانسيال والابيروتيك يكون في مالباشا أو هذي اللي هو متاع لو بلوفيال متاع مانطر ويوقع استعماله في الرزيدانس نقص على السينديك ونقص على البلاد ونستثمرو ما هذي اللي هو ما اكسراردينير حتى في التقي نجم يكون هناك بعض أنا سعيد جدا نسناه في الدورة الستاش وكنت نتمنى تكون في الدورات اللي قبل لكنو صلنا لها المهم أنو عنا مبديل اللي حاضر معنا 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 زيرو كربون اللي البريفاي بدأ يقدم وقدم بالبهي في السنوات اللي فاتت شفنا بعمال دوميزاندوت اللي مشاوف تجاه الإيكولوجي معنا التوريزم الترنتيف ولا التوريزم إيكولوجيك اعتمد انترطر البناء الإيكولوجي اليوم كي نشوف رزيدانس تتبنى هون في وسط نصف المنزل نوف دونك نكونوا سعادية لكن نكونوا أسعد لو نسمعوا بالدولة قررت أني مبانيها الكل إزمات والي إيكولوجيك المدارس على الأقل المساجد المصحات الأماكن العمومية الكل الإدارات وغيره وغيره ما زلنا حسما نشوف الإيكو سيستام ما زال ما هوش منخرط كما يجب رغم برشا وعود رغم اللي برشا معناتها توجهات معناتها مفصولين أما بش تقول العمل كتول رولية كاملة ما زلنا ما نخرطناش كما يجب وهون يظهر لدور الدولة مهم معناتها سواء من ناحية التشريعية في الإيزابيل دوفر في المرشي رغم اللي راهو بباني بدت تتحل لكن نقعوا برشا عراقية في الواقع نعطيك مثال برشا دي برموتور عندهم دي ماتوريو دي كونسيب دي كونسيب دي كونسيب جد كي جي يمشي لينوربي ميقاش عندهم رفيرانسيال بشي سجل كي جي يمشي لليسانتر متاع لاناليز ميقاش عندهم لزيكيب مبنسيس مانتها عدكوال لشي هذي دوما برشا تعتين من حي هذي وثما برشا مؤسسات اللي كان تجم تقدم بين القدام لكن لأسف معنتها الليكو سيستام مازال مازال مانخارتش بسي نقول وحنا اصن بورسان في الستراتيجية هذية احنا فاصل صغير ومكمليني معاك تفاوزي جستما انت قلت لينوربي فمع عدد كبير من المراكز والهيكل المهنية مش تكون حاضرة في الدورة هذية دورة 16 من ايكو كونسروكشون خليكوا معنا رجعيني اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة تحكم في القناة ولا تجديد 28 و29 في افري غدوة وبعد غدوة في اللوتكا مقار اتحاد الصناع والتجارة في تونس نحكي في فوزي الماليدي على 30 عارض نحكي على 30 مؤتمر ثم مئتين لقاء شراكة بشيسيرو نحكي على عدد بناء الهيكل المهنية خطر اليوم وقت اللي نحكي على بناء ايكولوجي انت قلت فرصة للقطاع البناء وللبلاد ولكن مختلف الفاعلين في المجال هذي واللي قلنا كل واحد بتخيلناش بيخدم وحده فما هك بعض المبادرات الفردية في بعض الاحيان بش نقوم لكلهم متواجدين اليوم وفي المعرض نحكي على مهنيين مهانتسين معمريين مهانتسين مستشارين مكتب للدراسات شركة المقاولات شركة البعث العقاري خبراء مزاودين مهنيين في القطاع العقاري والبناء نقاوز كيف كيف هيكل دولية وإدارات حكومية اليوم بش تكون موجودة كما لنخبي كما السيتات كما لنو يعني ويزارة التشغيل ماش مشاركة معنا وقت هو مهم جدا اما حاولنا نجمع كل كنت تذكر في بعض منهم وانا فرصة باش نشكر الهيكل هذيك لانا مساهمة بالكونتوني معناتها في الاشي هذي وكنا نحاول نتعاون باش نطور هذي حاجة تفرحنا لكن معناتها ما يكفيش لانه لاحظنا انه بعض المواضيع كين نتلاقاه ونقاه موضوع سهل جدا يتحل في عشرين ثانية اما ولكن كل مؤسسة تخدم وحدها ثم شخص عارض ما نحبش نذكر اسمه عنده عام هو يدور بين المؤسسات في وقت في لحظة انه اجتمعنا مع بعضهم الكل في عشرين ثانية الموضوع يتحل لماذا الروتين الاداري ساعات يخلق برشة تعطيل ونعقدها اي سورتو كون احنا نحكيو على الانوفاسيون مشكلتنا في اليكو سيستيم وقد تحكيلو على الانوفاسيون هو هو العكس هو يحب يحافظ على القديم الكلاسي كي مغير محبش يبدل في مخ مثلا البني يجور وبيطان وحديد وسنان وكو وذا كو وقت هو البني في العالم من كل تغير والبني ولا سمي اندستريال والبني ولا دي concept دي مش ماتريو الماتير معاتش هي اهم شي والات المانيير كيفش تتبنى كيفش نربح الطاقة كيفش نربح الوقت كيفش نضاف كيفش ما عندش دي شي في الاسباس في حال وعلى خطر هو بيد ويتحكم نصل نفس الابجيكتيف متاع الازولاشون وكل شي وابسور اقل نربح في الاسباس كان يمش نبيعوا اقل اسباس يربح اكثر من جميع هذا الكل وجود الازاكتور مهم يسر وهذه فرصة باش نشكرهم الكل نخاف ننسى مال لورد ايزارشيتيكت لينو معنتها انه يتكون في الازارشيتيكت ومستقبل ماشي في الاتجاه هذية حتى في تكوينهم كل نحسوا اللي لو كاشي ايكولوجيك قاعد يظهر ويبرز بالباهي بالباهي مش نحكي على البيم مش نحكي على تكنولوجيك ومعنتها والأكو سيستام هذية كيف كيف ما ننساوش زوز وزارات الاشراف اللي هي وزارة البيئة ووزارة التجهيز فعلا معنتها ثم ثم الدعم ولو معنويا ولو احنا مرابينا اكثر نكاية معنتها لكن الايكو سيستام كل ما متواجد بحول الله هو جسما في تواجد الايكو سيستام اليوم يمكن احنا نقوله انه فمعدد من النقاط اللي بيتم الحوار حولها اللي مهم جدا وجود كل المكونات من الطرف الحكومية والطرف الخاص يعني هون نحكيه على شراكات اللي تنجم تكون موجودة بين القطاعين الخاص والعام الخدمة تنجم تكون كان ان ان كونسرتاشن ان كالك سر على خاطر فما دي دولة تنجم تستفيد منهم وتنجم تربح فيهم اقتصادياً اقتصادياً وا اللي تنجم الطورة بشكل كبير ياسر معانتها واحنا نستغرب اللي عليش ما زال ثمار تار ناخد مثال البيم معانتها كالسوليسيون تكنولوجيك تربح الدولة شفت المرشية بتاع الدولة والمشاكل والتأخير وهذي فيها غلطة وهذي ناقصة وهذي دي كونت انيسيال بارابور الاتود مش كيف كيف هذي الكل يتنحها لأنه البيم يحسب لك كل شي سيانتيفكم دونك المرشيات حتى في الجيسيون متاحها الدولة تستفيد ورغم ذلك هي ما زالت ما هيش فرضتها في بيبليك متاحها دونك احنا نتمنى وأنه تكون عنا بصمة في بصمة معانتها في تجاه الترانزيسيون ايكولوجيك واللي هي تمثل فرصة للاستثمار سواء في قطاع البيتباي وإلا للبلاد كاملة وهي كلها ربح معانتها ورغم ذلك احنا نستغربه إذا كان الناس كل مش تربح علاش اليكو سيستام ينا بالنفس الريتم علاش للتغيير للتجديد علاش هك الشباب معانتها مش فرصة توجي تشوف المارض ثم دي ستارتاب ثم دي زيدي اكستروردينير ثم ناس سنعت راه انوفاشون ثم دي برودي تعملوا مجودين كاملة ونس ما في حتى بلاد في العالم معانتها انوفاشون على انترنشنال مش لعب ما هي ميدان تونيزيا هذا لش نتمنى لكن مش بيدنا العملية احنا نجتهدوا باش نغيروا وفرصة باش نشك على دعمها للمعرف هو كما قلت انت الكل يسانسكري في اطار التحول والتحولات الايكولوجية الطاقية البيئية اللي البلاد منخرطة فيها ويلزم تكمل فيها في مجبهة التغيرات اللي يعيشها العالم الكل بالنسبة للي يسمعوا فينا واللي المعرض بمفتوح للعموم هو المعرض بالاساس مهني الموجه للمهنيين لكن مرحبا بكل انسان يحس سرح وعندوا البزوان مش يكتشف العالم الجنائي الايكولوجي مش يبني حتى دار تترن مرحبا بالنس كل غدوة بعد غدوة الو 28 و 29 بمقر رائلوتيكا يكفي يعمل انسكريبشن سور le site web imotunisi.com.n حتى كن معملهاش سور للي جميع يعمل انسكريبشن ومرحبا بالجميع وكيف مرحبا بكم انتم غدوة ديجا اكسبرس بشي تكون حاضرة بشي تكون حاضرة شكرا لك سيد فجر عيدي منظم السالون في دور ستاش لجورني ايكو كونstruction e innovation مارض بين الايكولوجي تحكم في التقوى التجديد نذكر 28 29 في مقر اتحاد الصناع والتجارة بطو شكرا لحضرك بحضينا احنا معكم وصلنا لنهاية مشوارنا بالنسبة لإكسبرس لليوم نذكركم مختلف الحوارات التي نتقاوها من بعد شوية على شين يوتيوب إكسبرس فهم سينو على فيسبوك لينكيدين ومختلف ما يوقع التواصل الاجتماعي من السيسي معكم في الاخراج سليم بن عمار معكم في الاخراج الرقمي هجل زيري وسامة الحكيري كانوا في الاعداد من الغربي معكم كوتايمي دايب خلي الكلمة تودسويت بعد فلاش بخص لوسامة الحكيري في احديث في البزنس خليكم أليكوت